اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي هي تعطيه شرور وتعطيه اشياء زي هيك ولكن انه خلص هي منتحسة برضو في سؤال ثاني اجاني انه انا لما بحكي عن الكواكب هذيك اليوم او في حلقة قبل اكمل يوم انا حكيت انه سعودة الكواكب وانه حسد الكواكب يعني شوي بستفيدوا منها الاشخاص اللي مثلا بستخدموا الادعية وكثير من الاشخاص بعرفها هاي الشغلة انه مثلا بيكون في كتب مكتوب انه هذا الدعاء يستخدم مثلا في فترة الزهرة للقبول وللارتباط وللزواج وللمحبة او لا دخول على السلطان او على الحاكم او على الامور هاي او لا طلب الحاجة او لا التجارة او لا السفر او لهاي الامور كلها فهاي الادعية دائما تشترط وجود كواكب الها ايجابية زي الزهرة مثلا للمحبة الشمس الحضوة مثلا لثقة للقوة لاثبات الرأي لكسب الاشخاص المريخ تستخدم للاشياء اللي فيها اشياء سلبية وشغلات فيها شرور زحل نفس الاشياء المشتري للاشياء القوية ولا ولا السفر ولا التجارة ولا الامور اللي فيه من وراها مردود مالي فلما انت تقرأ الكتاب هذا او تقرأ الدعاء وانت فكرك انه الزهرة يعني سعيدة وهي الزهرة منتحة بتتراجع معناته قراءتك لهذا الدعاء ما اكتملت الشروط لالها فعشان هيك هو سلبي فعشان هيك اي شخص بدون ما يحسب الحسابات يعني عادة كانوا كل علماء الصوفي او المتصوفين اللي كانوا يشتغلوا على هذا العلم كان عندهم علم بعلم الفلك فكان يعرف انه لما يقول لواحد اقرأها في الزهرة في يوم كذا هو عارف انه في يوم كذا الزهرة بتكون سعيدة او المشتري بيكون سعيد او المريخ بيكون منتحس يعني فوق النحس نحس بالزيادة فعشان هيك هاي الاشياء تستخدم من علماء المتصوفين ومن الاشخاص اللي بيشتغلوا والعياذ بالله بامور الها علاقة بالسحر والروحانيات والاشياء اللي فيها نوع من انواعه يعني اشياء فيها شركية ما كل امر فيه يعني فيه ايجابية وفيه سلبية ولكن هم باخدوا الجانب السلبي وبستخدموه في الامور السلبية احنا مائلنا في السلبية ولكن احنا منذكر هاي الامور لاجل الاشخاص اللي بيستخدموها في الامور الايجابية اجاني سؤال ثاني بقول لي طيب في هاي الاوقات بيستخدموها للطلاسم هل الطلاسم صحيحة ولا مش صحيحة وهل انه في منها فائدة ولا فيش منها فائدة اول اشي الطلاسم هذا علم علم قائم بحد ذاته علم الطلسم اسمه وهذا مرتبط دائما مع علم اسمه علم الاوفاق او علم الوفق ولكن هو بالاساس اسمه علم الاوفاق اذا ما كان الشخص على دراية وعلى علم بعلم الفلك وعلم الوفق او علم الاوفاق وعلم الحرف والرقم مستحيل يطلع مع الحساب هذا واحد طبعا ما بنا ندخل احنا للاكبر من هيك اللي هي العلوم اللي بدخل فيها الزيارجة او علم الزيارجة اللي هي الحسابات الفلكية والاوقات والاشياء اللي الها علاقة بتواجد الكواكب ودرجتها وبرضو الحرف وعدده وجمله جمله الصغير ولا جمله الكبير وتحويلها اللي هي للمربعات او لعلم المثلث المربع المخمس المسدس ويعني يعني انا بعرف هذا العلم فهمت علي ولكن انا ما بشتغل فيه يعني ما بشتغل فيه نهائيا ولكني تعلمته تعلمته عشان افهمه تعلمته عشان انا لما اشوفه اعرف المراد فيه هل هو خير ولا شر بعد مرات بتروح انت على انسان بلاقيه موجود في كتاب هو مربع مقسم مثلا نقول ثلاث مربعات في ثلاث يعني تسع مربعات وبيكون حاط لك فيه احرف وارقام ومش عارف ايش وبيقول لك انه هذا اسمه طلسم عسى المشايخ اهل الدين لانه ما بفهموا في هاي العلوم فعلى طول الخط قالوا حرام يعني حرموا هلأ انت لما تأخذ علم عنه تفهموا هو فيه الاستخدامات ايجابية طارئة وايلا استخدامات شركية يعني فيها خطأ وحرام حرام الانسان يجي عليها ولكن اللي صار انه صاروا اشخاص يجيبوا كتب معينة هاي الكتب موجودة فيها مرسوم المربعات جاهزة بدون علم بجاهل مش فاهم هو محطوطة صح محطوطة غلط الارقام محطوطة صحيحة محطوطة غلط مفتاح مغلاق كل هاي الامور الها حسابات وتستخدم لوقت وكل وقت بتتغير وكل مطلب له اشي بغير في هاي الرموز وبغير في هاي الاحرف فصاروا هدول الاشخاص عشان هو جاهل في الامور هاي يروح يعبي لك المربع ويروح يكاتب لك الاحرف فيها وكاتب لك الارقام ناقلها زي ما هي موجودة في الكتاب وقول لك هيني انا سويت لك طلسم فهو يا اما بيجيب لك الدور في الموضوع يا بيجيب لك الدور في الموضوع يا اما انه رح يجيب لك الدور في الموضوع لانه مش لطلبك يعني اكيد الطلسم هذا انطلب لشخص باسم واسم ام وتاريخ ميلاد وفي مدينة معينة عايش فيها وكان وضع الكواكب له وضع معين فبناسب الشخص هذا فمعناته ما رح يناسبك انت فعشان هيك رح يئذيك فعشان هيك احنا درجة انه كثير انا بتفاجأ من بيوت او من اشخاص في بيوتها مأذيين روحانيا او عندهم عمار في البيت او عندهم اشياء سلبية موجودة في بيوتهم او عندهم خدام سلبيين موجودين هدولا كلهم اجوا بسبب توكيلات توكيلات غلط يعني انجابوا غصبة عنهم ونحطوا في البيت فبشتغلوا في البيت وبضروا البيت وبعملوا مشاكلهم في البيت لانهم بدهم يتحرروا من الاشي اللي هم انجبروا على فعله هذا بالمختصر فعشان هيك ما بنصح اي واحد يروح عند اي شخص يعمل له طلسم او يعمل له امر من هاي الامور والمشكلة اني ما رح اقول لك الا اذا بتثق فيه لانه يعني استغفر الله العظيم ما بنوثقش فيهم هاي نعطيك وياها بصافي لانه انا حسب ما انا متابع وعلى حسب ما انا شايف وعلى حسب ما انا بقرأ من كتب واشياء اشخاص بتجتهد في هاي العلوم فكلهم ماشيين على نفس النهج قلة جدا اللي بتفهم في هاي العلوم وعلمها محدود لانه كل مرحلة من هاي العلم بتوخذ سنوات ليختمها فبيجيك بعد شهر شهرين قرأ له كم كتاب بيجي بقول لك انا خلصت العلم صار عندي العلم من وين صار عندك كيف صار عندك عاد الله اعلم عاد ما منعرفش مين معلمه يعني فقول لك من لم يكن له معلما فالشيطان معلمه والعياذ بالله بس تعيذ بالله من الشيطان يعني الي ولكم وربنا يحمينا ويحميكم ويعطينا القوة النا ولكم ويفتح علينا احنا وانتم خلينا نروح على توقعاتنا اليومية طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين واحد ستة القمر انتقل واستقر ساعة ثنتين وسبعة وثلاثين دقيقة يعني تقريبا بتوقيت جرينيتش يعني تقريبا قبل الحلقة بثلاثة وعشرين دقيقة القمر الآن في الميزان في منزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر يعني للي بيهتموا بأمور الكنوز أو الذهب أو صياغة أو مشتريات الأشياء الثمينة أو حتى اللي بيبحثوا عن الكنوز هذا يعني هذه العشرية أو هذه الجزئية من هاي المنزلة إلها في هذه الأمور وللظفر اللي هي للقوة لعملية الانتصارات لعملية المنافسات لأشياء اللي بيحاجي لانك انت تتغلب على خصم للمنعة اللي هو للتحصين لعملية الحماية لعملية الأمور الآيات القرآنية اللي بتعمل عملية تدعيم للمكان تحصين بيتك تحصين نفسك الأشياء اللي زي هيك وللتفريق وهي تستخدم طبعا خير وشر هي التفريق ما بين المتقاصمين التفريق ما بين الخير والشر التفريق ما بين انه انت شاتت في أمرين محتار انه هذا إيجابي ولا سلبي بتقدر في هاي الفترة انك تفرق ما بين الأمرين واللي بيشتغلوا في الأمور الضارة ممكن يعملوا فيها أسحار لأمور التفريق أما والمشاكل برضو هاي يعني إثارة الفتن ما بين الناس وإثارة المشاكل ما بين الناس برضو هاي المنزلة إلها علاقة في هذا الموضوع وإلها علاقة بقرارات أو بأحكام النفي أو الإبعاد أو الأشياء اللي فيها يعني أشياء من مشتقات النفي أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في الميزان معناته هاي الفترة هي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومن ميل الاسترخاء بجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة ما وإعادة تزيين البيت أو المكاتب واقتناء حاجية جميلة أما بالنسبة للزوايا الفلكية فبعد استقرار القمر في ثلاث زوايا خلال هذا اليوم الزاوية الأولى هي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وزحل راح تكون في تمام الساعة عشرة وواحد وخمسين دقيقة مساء يعني بعد الحلقة مباشرة بكم ساعة منصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وعطارد راح تكون في تمام الساعة التسعة وخمستاشر دقيقة مساء بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم باستحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طبع أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر والشمس راح تكون في تمام الساعة تسعة وسبعة وعشرين دقيقة ظهرا نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبما أنه ذكرنا هاي الزاوية هاي الزاوية تعني أنه القمر الآن في مراحل النمو عامل زاوية إيجابية معناته هي جيدة للأشخاص اللي بدهم يعالجوا تساقط الشعر تقصوا في الشعر فبنصحهم خلال يوم هاد أنهم يروحوا على إما طبيب لأخذ العلاج المناسب أو لاستخدام لقص الشعر أو الحلاقة أو التزيين أو قص الأطراف عشان يطول الشعر ويصير بقوة عالية وطبعا بما أنه القمر موجود في الميزان معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم اثنين ستة رح يكون في تمام الساعة عشرة أو تسعة وثلاثين دقيقة ظهرا ورح يستمر حتى تمام الساعة أربعة مساء بتوقيت جرينيج لا ينتقل بعد هالقمر للعقرب أما بالنسبة لعمر القمر القمر الربع الأول الآن اتجه هو إلى تقريبا المحدب صار يعني لأنه بيتمام الصباح زي ما حكينا في زاوية التثليث ما بين القمر وما بين الشمس معناته أنه صار محدب عمره عشر أيام في تمام الساعة داعش واثنين وخمسين دقيقة ظهرا بصير عمره احد عشر يوم نسبة الإضاءة خمس وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى عشرين ستة المزاج منتحس القمر في الميزان حتى اثنين ستة المزاج سعيد عطارد في السرطان حتى يوم ثمنتاش ستة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد الزهرا في الجوزاء بيتراجع حتى يوم خمس وعشرين ستة مزاج منتحس المريخ في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة مزاج سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اثناش تسعة مزاج منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1 سبعة بعدين بكمل تراجعه لبرج الجدي مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانيه بعضين بيبدأ عملية التراجع ومزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى يوم 23 ستة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر موجود في البيت السابع الآن مقابلك مباشرة فعشان هيك إحنا عادة منقول أن القمر في هاي المنزلة ما بشير لتفاهم هدوء أو ود بتتعقد بعض الأمور وبتطرأ بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذر القطيعة والدعاوة القانونية في هاي الفترة وحاول أنك تبعد عن الخصام مع أي شخص لأنه خصمك بالفترة هاي دائما بيكون أقوى منك وممكن تظهر خلال اليوم بعض العرقيل والاستفزازات أو عرقيل تستفزك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايفه روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى النفسي بتتعامل على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور المالية اليوم جيدة بتدعمك بقوة ممكن اليوم بعضكو يحصل على بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات مالية أو هبات أو مساعدات أو دعم مالي ولكن يحاول أنه يقلل من المصاريف ما يندفع أما بالنسبة للبيت الثالث فهو سلبي فعشان هيك بنقول لك دير بالك أثناء التنقلات أو الاتصالات أو النقاشات ما تعتمد على سرعة بديهتك بدك تعتمد على إشي أنت دارسه أو محضر له بشكل جيد وفي نفس اللحظة اللي عنده انتحان مدرسي بده يدرس ويستعد بشكل جيد وبده يدير باله من أثناء القيادة يعني بده يركز برضه بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا جيدة شيئا مع المستوى البيت ولكن بظهر بعض الخلافات أو بعض الأمور اللي لها علاقة بالصيانة أو الترتيب أو الخلافات العائلية ولكن بالمقابل أنه في عندك اهتمامات جيدة لترابط أو لتلاقي أو لإعمار أو لا إشي إلو علاقة بشراء أو تصليحات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي برضه شايف الأمور فيها نوع من أنواع الضغط وهذا بسبب نوع من أنواع الحساسية أثناء التعامل مع الحبيب أو العواطف الجياشي ممكن برضه يكون فيه خلاف ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الأحباء أما بالنسبة للبيت السادس برضه يعني زي الأمس ضغط هو لأنه تأثيرات القمر لسه ما زالت يعني طائلة لهذا البيت فعشان يكي بنقول لك أنه حاول تنجز العمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبرضه في المقابل بدك تهتم بشؤونك الصحية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد وبيدعمك بقوة على مستوى الشراكي ومعمل تلاقي أو تقابل ما بينك وبين الشريك وممكن أنك تعزز بعض النقاط القوية اللي بتدعمك بقوة إضافة هاي طبعا لا توقعاتنا اللي احنا ذكرناها في البداية ولكن حبيت أني أقول أنه البيت السابع إيجابي فعشان هيك يعني فيه أشخاص راح يتعاني على حسب طالعها بسلبيته وفيه ناس راح يتعاني من إيجابيته فعشان هيك لازم أذكر السلبية وأذكر الإيجابية على المرحلتين أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايفه روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي هذا اليوم يعني بتتعامل بالأموال المشتركة على طبيعتك أما بالنسبة لبيت الاتصالات فأنا شايفه روتيني ولكن في ساعات الصباح ممكن يجيك خبر من بره أو من بعيد أو من دولة ثانية من شخص بتعرفه يستفزك أو يعصبك أو يزعلك ممكن تكون طالب على أشياء مثلا معاينة زي مشتري أشياء وبالشحن تتأخر بريد اتصالات أشياء من هذا القبيل ممكن يصير فيها تعطيل في فترة الصباح أما بالنسبة لبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة وبيدعمك بقوة وممكن هذا الإشي يخلي فيه تعاون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أو إنجاز بعض العمال المهمة خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فهو جيد فممكن اليوم يكون عندك إما لقاء أو اتصالات أو تعامل مع صديق أو معرفة لإنجاز بعض الأمور وبتكون لقاءات جيدة وممكن يكون فيه دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف الأمور متقلبة على مستوى بيت المتاعب فعشان هيك من قلك حاول إنك تدير بالك إنجاز العمال الضرورية والمهمة حاول إنك تراقب صحتك بشكل جيد ما تتهور كثير يعني بدك تكون حاط حالك تحت الرقابة بشكل قوي برج الثور بيتراكم العمل لديكم لكنكم تجدون تعاون من الزملاء مارسوا نشاط بدني للمحافظة على لايقتكم ابتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي حاذر من المشاكل الصحية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا جيدة على المستوى النفسي وهاي بتعطيك طاقة اليوم يعني طاقة نفسية جيدة وممكن من خلالها تنجز بعض الأعمال الجيدة أو تهتم بشكلك أو بلبسك أو بالأشياء النفسية أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد ولكن مش بقوة عالية ولكن في بعض الأشخاص رح يستفيدوا منها بأمور الأموال أو تحصيل الأموال أو دعم معين أو أمور إلها علاقة ببعض المستجدات المالية خلال هذا اليوم ولكن حاولوا أنكوا تبعدوا عن المصريف الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف على مستوى النقاشات انتحاد الطباع في بعض الأمور اللي إلها علاقة في التنقلات أو الاتصالات اليوم بتكون جيدة عندك ولكن بدك تنتبه يعني ما تكون شتت الذهن وفي نفس اللحظة اللي عنده امتحان مدرسي بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحضوظ أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط وهذا بسبب نوع من أنواع عدم التفاهم أو خلاف أو مشكلة معينة بتتعلق في أحد أفراد العائلة أو مشكلة بتتعلق في العقارات يعني إشي رح يلفت انتباهك في هذا المكان أو أنه يكون في تعامل مباشر معاك وهذا إشي مزعج أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف على المستوى العاطفي الأجواء تقريبا يعني لغاية ساعات الصباح بتكون حادة ممكن يكون في خلاف أو يعني سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب ولكن أنه ما بعد ساعات الظهر تقريبا بتتلاشى هاي الأمور بتصير الأجواء روتينية بتتعامل فيها على طبيعتك أما بالنسبة للبيت السادس مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات يعني هي متقلبة ولكن فيها نوع من أنواع الضغط بدك تدير بالك على صحتك وعلى عملك أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكة وهذا بعزز علاقتك مع الشريك وممكن يعمل تقارب أو إنسجام ما بينكم أو تفاهم على مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني على مستوى الأموال المشتركة فما في لا إيجابية ولا سلبية في الموضوع فبتتعامل على مستوى الأموال المشتركة على طبيعتك أما بالنسبة للبيت التاسع برضو نفس الشيء هو روتيني فممكن يعني اتصالاتك الخارجية أو تنقلاتك أو امتحاناتك الجامعية أو الأوراق القانونية أو المعاملات كلها هاي بتتعامل فيها على حسب طبيعتك ما فيه أي شيء سلبي يعطل ولا فيه شيء إيجابي يدعم أما بالنسبة للبيت العاشر فهو قوي وبيدعمك بقوة على مستوى الأشخاص اللي على مثلا على رأس عملهم في الشركات الكبيرة أو المؤسسات الكبيرة أو بالأمور اللي إلها علاقة بإنجاز بعض الأعمال المهمة اللي بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أو الأشخاص اللي حابين إنهم يقدموا لعمل معين برضو اليوم هذا مناسب أما بالنسبة لبيتك 11 فهو روتيني بتعاملك مع أصدقائك طبيعي بروتين بحسب نفسيتك وحسب طريق التعاملك مع أصدقائك بكون هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايفه أنه متقلب خلال هذا اليوم فعشان هيك ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال وممكن أنك تحس ببعض التوعق خلال هذا اليوم أو الاضطراب الصحي ممكن تتوععك شوي أو تهتم بالطعامك أو ببعض الأدوية خلال هذا اليوم مرج الجوزاء طبعا اليوم بتشتد رغبتكم بالتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وأعد العلاقات إلى طبيعتها ممكن تنال ما ترغب وممكن تنتصر على كل الاعتبارات بتحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة فترة إيجابية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف على المستوى النفسي كمان الأمور تقريبا إيجابية بتدعمك بقوة بتعمل تقارب ما بينك أو تصالح ما بينك وبين ذاتك وممكن تنجز بعض الأمور المهمة ولكن أهم شيء أنك ما تهمل شخصيتك ولا نفسيتك حاول أنك يعني لو بتعمل نوع من أنواع أنك تروح تعمل شعرك أو لبسك أو تغير هندامك عشان تغير نفسيتك وما تتعكر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على المستوى الأمور المالية فممكن تنجز بعض الأعمال المالية خلال هذا اليوم أو تحقق بعض الإنجازات المالية اللي بتجيك من عمل إضافي أو مستردات مالية أو حقوق أما بالنسبة للبيت الثالث فهو يعني ضاغط شيئا ما على بيت الاتصالات والمواصلات فهذا يعني بعطيك قدرة على إنجاز بعض الأعمال والتنقل ولكن بدك تكون حذر أثناء تنقلاتك في ناس رح تهتم بأمور إلها علاقة بالتليفونات أو السيارات أو الكمبيوترات خلال هذا اليوم أعطال أو تصليحات أو مشتريات وفي أشخاص رح تهتم بالاتصالات بشكل كبير أو النقاشات ولكن بدهم يديروا بالهم من العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني لغاية ساعة الصباح بتكون الأمور فيها نوع من أنواع الحدية على مستوى البيت ولكن الأجواء بتصير إيجابية وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناه في بداية التوقعات ولكن السلبي في الموضوع إنه ممكن يصير فيه سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعمك بقوة ممكن اليوم يعني تعزز بعض النقاط القوية على مستوى العمل ممكن يتوكل لك عمل جديد بتقدر تنجز كل الأعمال الموكلة لإلك عندك حركة عندك نشاط عالي جدا برضو سحتك قوية يعني إذا كنت تشعر بآلام بالفترة الماضية اليوم بتبلش تتحسن أوضاعك الصحية بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد برضو بيدعمك على مستوى بيت الشراكة وبيعمل تقارب ما بينك وبين الشريك أو تفاهم أو إنسجام ممكن يكون شوي عالي كمان اللي بدو يعمل مصالحة ما بين الشريك وخصوصا الأزواج كان في خلاف ما بينكم بتقدر تستغل هذا اليوم للمصالحة وهو جيد أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني على مستوى الأموال المشتركة فما في لا إيجابية ولا سلبية على طبيعتك بتتعامل أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو لاهتمام بمسائل إلها علاقة بأوراق قانونية بمعاملات هجرة إقامة أشياء من هذا القبيل كلها هاي قوية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد برضو بيدعمك بقوة وهذا بيعمل تحالف ما بينك وما بين زملائك بالعمل أو رؤزاك بالعمل وممكن تنجز بعض الأعمال المهمة أو الاهتمام بمسألة بتتعلق في مكان عملك وخصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا بالشركات الكبيرة ممكن تدافع عن سمعتك أو تحافظ عن سمعتك خلال هذا اليوم وبرضو ممكن يكون فيه نوع من أنواع التعامل مع أحد الأحبة أو يعني إشي العلاقة بالغراميات في مكان العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأجواء تقريبا ما بينك وبين الأصدقاء روتينية ولكن في ساعات المساء ممكن هيك يصير فيه خلاف أو تحتد أو تعصب يعني سوء تفاهم ما بينك وما بين صديق أو معرفة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي برضو متقلبة فعشان هيك يمكن نقول لك يعني إنجز الأعمال ولكن ما تجهد نفسك الزيادة وفي نفس اللحظة راقب غذائك ما تهم الغذائك وما تهم الراحتك يعني ما ترهق حالك كثير بالأعمال وفي نفس اللحظة يعني إذا شعرت ببعض التوعكات ريح حالك تحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة اتجنب توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك فترة مناسبة للتنقلات للأمور اللي إلها علاقة بالاستثمارات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء النفسية شوي يعني معكرة خلال اليوم ولكنها منقدر نوصفها احنا بالروتيني أكثر لأنه ما فيها التأثيرات القوية المستمرة خلال طيلة اليوم فعشان هيك منقول أنه نفسيتك اليوم على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور المالية فبدعمك في بعض المسائل المالية ممكن بعضك يحصل بعض الأموال من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو الهبات أو الهدايا أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط على الحدية أو عصبية المزاج فعشان هيك منقول لك في أثناء النقاشات أو الحوارات حاول أنك ما تعصب كثير أثناء تنقلاتك انتبه أثناء القيادة ممكن تكثر عندك الاتصالات اليوم أو يصير إلك اهتمامات بأمور العلاقة بالهواتف أو بالكمبيوترات أو بالسيارات أو ممكن أعطاء اللي تكون أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء تقريبا جيدة ما بينك وبين الحبيب ممكن اليوم يحملك نوع من أنواع المصالحة أو اللقاء أو التقارب ما بينك وبينه وممكن برضو اليوم يعني يكون فيه لقاء أو اهتمامات عاطفية أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأجواء ضاغطة فعشان هيك ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال ما تقدر تنجز كل أعمالك خلال هذا اليوم وممكن تهتم بشؤونك الصحية أكثر أو بإشي طارق العلاقة بالصحة أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكي بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك وممكن الاهتمام بمصالحة أو تلاقي بالأفكار أو ممكن المشهورة في مسألة معينة وخصوصا ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تهتم في مسائل لها علاقة بالبنوك أو في الضريبة أو في التأمينات أو في أمور من هذا القبيل ممكن مستردات مالية أو التزامات أو دفعات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي عشان هيك على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص قارج البلاد وتكون على طبيعتك بدون لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بمساعدة زميل بالعمل أو رئيسك بالعمل وممكن يجيك نوع من أنواع الإطراء في مكان عملك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايفه روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتك بتتعامل أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف الأجواء الجيدة وبتدعمك بقوة ممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال يعني عندك قدرات عالية وفي نفس اللحظة عندك اهتمامات عالية جدا إما بعيادة مريض أو زيارة أو أشياء من هذا القبيل أو الاهتمام بصحة أحد الأحبة أو زيارة مستشفى أو أمور لها علاقة ببرنامج غذائي أو رقابة غذائية أو أشياء من هذا القبيل برج الأسد بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات بوسعكم اجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر النشاطات حسب حق الاقتصاصك بتكون لك لقاءات عديدة خلال هذا اليوم باستطاعتك الدفاع عن حقك أو التعبير بوضوح وصراحة عن موقفك ما تتردد بالتحرك أما بالنسبة للبيت الأول لكن قبل ما ندخل في البيت الأول مش أنا بقول لك صراحتك وما تترددش تروح سوى مشاكل يعني يكون في حدية في الطباع عندك لك تمسك عصابك قدر الإمكان لأنه حدية الطباع ما زالت مأثرة على الأسود أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا على المستوى النفسي يعني نقدر نحكي إنها جيدة أفضل من الأيام الماضية نفسيا أنت مرتاح أكثر صحيح أنه في بعض التقلبات ولكن إجمالا تقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية وتتجاوز كل العقبات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فممكن تحصل بعض الأموال اليوم يا بتجيك دعم يا من عمل إضافي يا مستردات مالية يا هبة يا هدية يعني أشياء من هذا القبيل ولكن قلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأجواء إيجابية على مستوى البيت في نوع من أنواع التفاهم أو التناغم ما بينك وبين أفراد العائلة وبتعمل تقارب ما بينك وبينهم استغلها في تلطيف الأجواء أو المصالحات أو أشياء من هذا القبيل في منك ورح يهتم في مسائل إلها علاقة بترتبات أو ديكور أو تزبيطات أو أشياء من هذا القبيل بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ما زالت الأجواء ضاغطة عشان هيك بتلاقي يعني في ضغط عاطفي موجود عندك أو نوع من أنواع التقلب العاطفي أو الإنزعاج العاطفي أو سوء التفاهم العاطفي ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأجواء برضو ضاغطة فعشان هيك ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال ما تقدر تنجز كل الأعمال خلال هذا اليوم وممكن يعني ما زالت الأمور على الوضع الصحي متقلبي فعشان هيك برضو بدك تدير بالك على صحتك أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي فهو جيد فهذا بدعم ما بينك وبين الشريك شريك المال شريك العاطفي ما بين الأزواج وبعمل تقارب ما بينك وبينهم وممكن يكون في تفاهم على مسألة معينة أو الاتفاق على خطة قادمة أما بالنسبة للبيت الثامن بيت الأموال المشتركة فهو فارغ تماما من أي تأثيرات إيجابية أو سلبية فعشان هيك بتتعامل فيها على حسب طبيعتك وعلى حسب وضعك الاجتماعي أما بالنسبة للبيت التاسع برضو الأجواء على مستوى بيت السفر والاتصالات البعيدة والتنقلات شايفو أنا متقلم خلال هذا اليوم فعشان هيك ما فيها الأجواء القوية اللي نحن نقول عنها والله رح تدعمك خلال هذا اليوم بالعكس يعني ممكن أشياء سلبية تحدث زي أخبار أو يتأخر لك بريد أو يجيك خبر من شخص خارج البلاد مزعج شوي تقلق لأجله ممكن بعض الأمور اللي إلها علاقة بأوراق أو معاملات قانونية تتأخر خلال هذا اليوم فعشان هيك بدك تكون برضو جاهز أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بيدعمك بقوة على مستوى بيت السمعة وممكن أنك تنجز بعض الأمور أو الأشياء الإيجابية أثناء العمل وممكن يجيك مديح أو إطراء على إنجاز بعض الأعمال خلال هذا اليوم وممكن يصير فيه تعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل لإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايفه جيد وقوي بيدعمك بقوة على مستوى بيت الأصدقاء فعشان هيك بيحمل لك إما لقاء أو اتصالات أو تعامل مع صديق أو معرفة لإنجاز بعض الأمور المهمة خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايفه ضاغط فعشان هيك فيه أشياء بدك تكون حذر منها إنجز الأعمال الضرورية وحاول أنك أنت ما ترهق حالك كثير وفي نفس اللحظة بدك تراقب وضعك الصحي راقب أدويتك راقب غذائك راقب الأدوية أهم يعني الغذاء مقدور عليه أهم شيء أنه راقب وضعك الصحي من أي توعكات أو من أي شيء ممكن يحدث بشكل مفاجئ برج العدراء تم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة أهم شيء ما تتهرب من تقديم المساعدة إلى قريب أو حبيب ما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف على المستوى النفسي تقريبا يعني نفسيا مش مرتاح في نوع من أنواع التقلم في المزاج عندك يعني شوي الأمور لسه ما استقرت يعني بتحس في نوع من أنواع الضغط أو العصبية أو نوع من أنواع الإحباط أو الملل خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فهو قوي مثل ما ذكرنا على المستوى المالي بالنسبة للبيت الثالث جيد جدا وبيدعمك على مستوى التحركات والتنقلات والاتصالات وعلى مستوى برضو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالدراسة أو الامتحانات المدرسية أو أمور إلها علاقة بالتليفونات بالسيارات أو بأجهزة الكمبيوتر مثلا أما بالنسبة للبيت الرابع يعني برضو قوي بيدعمك على مستوى البيت وبيعمل تقارب ما بينك وبين أفراد البيت في عندك بعض الاهتمامات أو النشاطات اللي إلها علاقة إما بالعائلة أو بأمور عقارية وبيتية كأعمال أو مسؤوليات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي جيد وبيدعمك بقوة خلال هذا اليوم ولكن في ساعات الصباح للظاهرة بدك تدير بالك من عصبيتك وسوء التفاهم اللي ممكن ينتج ما بينك وبين الحبيب أو خلاف معين أما بالنسبة للبيت السادس فعلى مستوى العمل يعني بدك تدير بالك ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم وممكن تهتم بشؤون صحية بتتعلق فيك أنت أو فحصات طبية أو مراجعة مستشفى أو بأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأجواء جيدة ما بين الشركاء أو ما بين الأزواج وبتدعم علاقتهم تعمل تقارب ما بينهم وممكن إنجاز بعض الأمور المهمة أو مصالحة معينة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف روتيني على مستوى الأموال المشتركة فما في لا إيجابية ولا سلبية تتعامل على طبيعتك على مستوى بيت السفر والتنقلات والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد والأوراق القانونية والمعاملات فأنا برضو شايف روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايفه قوي جدا بيدعمك على مستوى الدفاع عن سمعتك أو حتى على إنجاز بعض الأعمال المهمة اللي بتتعلق في مؤسسات كبيرة وممكن أنت اللي حاب أنه يقدم لعمل برضو اليوم جيد وبرضو اللي عنده أمور إلها علاقة ببعض الأعمال المتراكمة ممكن تتساعد أو تتعاون أنت وزميل بالعمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى بيت الأصدقاء فهذا بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين صديق أو زميل خلال هذا اليوم أو دعوة لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء يعني بيكون على الأغلب إيجابي وبيدعمك بقوة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو متقلب فعشانك من قل لك حاول أنه ما ترقك حالك كثير على مستوى العمل إنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم يعني ما تهم الغذاء أو كراحتك وفي نفس اللحظة ما تهم الدواء وإن شعرت بشيء غير اعتيادي صحيا راجع طبيبك مرج الميزان طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل من سابقتها بتعدلكم ثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء إيجابية على المستوى زي ما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد جدا وبيدعمك برضو على المستوى المالي فممكن تحصل بعض المكاسب المالية اللي بتجيك يا أما من عمل إضافي يا نوع من أنواع الدعم أو أموال مستردة أو أشياء لها علاقة بالعمل المادي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا برضو جيدة ولكن للأسف أنه في ساعات ما بعد العصر ممكن تحتد أو تعصب ممكن تكثر عندك الاتصالات والتنقلات اليوم بشكل عالي جدا وممكن يكون فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أخ أو جار ولكن زي ما حكينا أنه الحدية موجودة في الطباع عندك فممكن أنه في ساعات المساء تعصب على مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد وبيدعمك على مستوى البيت وبيعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن اليوم تحل بعض المسائل البيتية أو الاهتمامات العائلية أو إنجاز بعض الأعمال المهمة والروتينية البيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي شوية سلبية فممكن يكون فيه خلاف أو حدية في الطباع ما بينك وبين الحبيب أو سوء تفاهم على مسألة معينة أو تقلق على الحبيب من مسألة معينة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف برضو نفس الشيء ممكن أنه يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم ممكن تنهمك في عمل ما تقدر تنجزه للآخر في ساعات النهار تقريبا بتنجز كل شيء على طبيعتك ولكن في ساعات ما بعد العصر وبترجع الأمور بتتراكم مرة ثانية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفي وما بين الأزواج فالأجواء إيجابية ودعم بقوة فممكن اليوم تكون فيه تقارب أو تفاهم أو مصالحة أو أشياء لها علاقة بالتوافق الزوجي أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو قوي جدا على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق أو معاملات قانونية أو إلها علاقة بالهجرة أو بالسفر أو بالتنقلات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة برضو بتدعمك بقوة ممكن تعملك نوع من أنواع التقارب ما بينك وما بين زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فشايفوا أنا ضاغط اليوم كمان فعشان هيك بسبب لك نوع من أنواع الحدية أو الإنزعاج من تصرف أحد الأصدقاء أو المعارف يعني شوي بزعجك بفضوله أو تدخله أو يعني أشياء سلبية بعملها معك فعشان هيك أنت بتنزعج منه أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو متقلب اليوم فعشان هيك بنقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة ما تهلك حالك أو تتعب حالك كثير وفي نفس اللحظة راقب برنامجك الغذائي وصحتك برج العقرب طبعا العقرب حكينا قبل يومين أنه القمر مجرد ما دخل على الميزان بصير بيت متاعبك فعشان هيك رح تتعب الأوضاع عندك أو تتراجع صحتك وبينتابك شعور بالتعب أو الملل حاول أنك تخلدوا للراحة حاولوا فقط إنجاز ما بوسعك من عمل عاجل لا توقع على عقد وما بتبدأ بعمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حل الأمور بهدوء وابتعد عن الضوضاء لا تقرر على شيء عشان ما يخيب أمالك حاذر من البلبلة والالتباسات أما بالنسبة للبيت الأول فبما أنه بيت المتاعب ضاغط بالشكل هذا معناته البيت الأول نفسيا نقدر نقول إنه روتيني أو شوي في نوع من أنواع السلبية على المستوى النفسي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء جيدة ودعمة على المستوى المالي وممكن تحقق بعض الإنجازات المالية أو الاهتمامات المالية أو بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو هدايا أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه ضاغط فعشان هيكي بسبب لك توتر والعصبية في الطباع أثناء التنقلات بدك تنتبه عشان ما يصير أي مشاكل نسأل الله أنه ربنا يحميكم وبرضو العطال في السيارات أو التليفونات أو الكمبيوترات برضو وردة فعشان هيكي بدكوا تديروا بالكل عندهم امتحانات مدرسية من برج العقرب بدهم يهتموا للدراسة أكثر ما يعتمدوا على الحضوظ أما بالنسبة لبيتك الرابع فهو برضو ضاغط على مستوى البيت إما في أمر مزعج أو إشي مزعجك هيك بسبب يعني بعض الأخبار أو بعض الأمور المتداولة داخل البيت أو بعض النشاطات ممكن يتراكم عليك بعض الأعمال أو ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو متقلب على المستوى العاطفي ففي لحظات بتلاقي حالك روتيني لحظات بتلاقي حالك معصب بتحتد بترجع طبيعي بتتواصل بتبطل بتتواصل يعني متقلب بالمزاج للتواصل مع الحبيب خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم وممكن ما تقدر تنجزها بالكامل وممكن أنه تشعر ببعض التعب الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد وبيدعمك بقوة خلال هذا اليوم وممكن أنه يصير فيه تعاون ما بين الشركاء المال أو الأزواج على مسألة معينة أو مصالحة معينة أو اتفاق على مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد برضو على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك بتهتم بأمور إلها علاقة بالمؤسسات الحكومية أو القانونية المالية زي البنوك المصارف الأمور اللي إلها علاقة بالتحويلات بالتأمين بالضريبة كل الأشياء اللي إلها علاقة بالأمور المالية ممكن تهتم فيها وفي منك ورح يهتم بمسألة إلها علاقة بقرض أو تسوية أو تحويلات بنكية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط على المستوى البيت السفر البعيد فعشان هيك ممكن يكون فيه أمر من الخارج مزعج بالنسبة لك أو يحدث أمر يزعجك بزيادة خلال هذا اليوم ممكن تتراكم بعض الأعمال عندك أو يجيك خبر هيك يعني ما تكون أنت جاهز له ممكن أنه يعني أوراق قانونية أو معاملات تتراكم عليك خلال هذا اليوم أو تجتهد في إنجازها وممكن تكون تنتظر أشياء من الخارج زي بريد أو حوالات أو أشياء من هيك يصير فيها نوع من أنواع التعطيل أما بالنسبة لبيت العاشر بيت السمعة جيد بيدعمك في قوة وهذا بيعمل لك نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف بيت الأصدقاء برضو حاد فعشان هيك ممكن يسبب لك بعض ردات الفعل السلبية أو أثناء تعاملك مع صديق أو معرفة أو ممكن تنزعج من تصرفهم أو ممكن تطلب شيء ويرتفض خلال هذا اليوم من أحد الأصدقاء أو المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج القوس بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بادر لملاقات الآخرين في منتصف الطريق ممكن يطمئن بالك إذا وجدت حليف يدعم تصوراتك لا تستسلم بل كرر المحاولة خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت الأول على المستوى النفسي فأنا شايف الأمور الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى بيت المال جيد فممكن تنجز بعض الأعمال أو تحصل على بعض الأموال اللي بتجيك من عمل إضافي أو يعني من عملك أو مستردات أو هدايا أو هبات أو نوع من هذا يعني كلها تقريبا قوية أما بالنسبة للبيت الثالث فما زال بيت التنقلات والاتصالات عندك ضاغط فعشان هيك في عصبية في طباعك والحدية موجودة أهم مش أنك ما تتهور أثناء القيادة أو أثناء المناقشة اللي عنده أمور إلها علاقة بالامتحانات المدرسية بده يدرس بشكل جيد ويجهز بشكل جيد بالدراسة والمناقشات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني مرة ضاغطة بعدين ترجع روتينية بعدين المساء بترجع وتضغط مرة ثانية وهذا بسبب لك يعني نوع من أنواع التوتر فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالنسبة للبيت أو الأعمال الروتينية بشكل روتيني ولكن ممكن تحدث بعض المفاجآت المنزلية أو الخلافات مع أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي تقريبا نفس الشيء منقدر نقول لها ضاغطة فعشان هيك عصبيتك وحديتك ظاهرة فممكن تسبب لك نوع من أنواع سوء التفاهم أو الخلاف العاطفي مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد وبيدعمك في قوة فعشان هيك بيعمل لك نوع من أنواع والقدرة على إنجاز الأعمال مهما كثرت خلال هذا اليوم والاهتمام بشيء العلاقة بإطمئنان تطمئن عن مسألة صحية أو جلب بعض الأدوية أو العلاجات الضرورية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك الأجواء جيدة وقوية ودعملة إلك فممكن يكون فيه مصالحة ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفي يعني ما بين الأزواج وممكن برضو إنجاز بعض الأشياء المهمة أو التقارب ما بينك وبينه أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الأموال المشتركة أما بالنسبة لبيت التنقلات أو الاتصالات البعيدة أو السفر هو بيت السفر اسمه فعشان يكما نقول لك ضاغط بسلبية فعشان يكما ممكن تنزعج من أي يعني أو من تصرف شخص خارج البلاد أو من خبر بيجيك من خارج البلاد أو خلاف ما بينك وبين مؤسسة تعليمية أو أشياء إلى علاقة بالأوراق والمعاملات القانونية أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة ضاغط اليوم إدك يدير بالك ما تحاول أنك تشوه السمعتك بأي تصرف ما تتأخر عن عملك ما تدخل بخلاف أو جدال ما بينك وبين زميلك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 لا نرجع للبيت العاشر وبرضو ما تحاول أنك تعمل أي شيء مخالف للقوانين أو في شبهة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الـ 11 فهو كما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي برج الجدي يوم جيد لمن يبحث عن عمل أو يرغب في إدخال تغيير على طبيعة عمله بنتبه لكم المسؤولين اليوم بقدروا جهودكم بتتسلط عليكم الأضواء أكثر ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم إيش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك يعني بالأفضل أنك تدوم بواجبك على أحسن ما يمكن قدم أفضل المستطاع ممكن للفترة هاي بتحملك نوع من أنواع القلق أو التوتر ولكنها ما راح تكون طويلة كثير أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف على المستوى النفسي نفسيتك أحسن يعني مشحون بطاقة إيجابية اليوم أكثر ممكن أنه تحركاتك أو تهتم في نفسك أكثر أو تهتم بأمور إلها علاقة بالمظهر العام كلبس أو أمور إلها علاقة بقصة شعر أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد برضو على مستوى الأمور المالية فممكن تحصل بعض الأموال الجيدة من عمل إضافي أو أموال مسترد أو أشياء لها علاقة بالهبات أو المساعدات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الأمور ضاغطة على مستوى البيت الثالث فعشان هي كنت مشحون بطاقة سلبية كبيرة على مستوى حديث الطباع أو المزاج أو العصبية أثناء النقاشات وأثناء التحركات وأثناء الاتصالات فعشان هيك بدك تدير بالك من الثلاث نقاط هذول في منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بالسيارة أو بالتليفون أو بالكمبيوتر يهتم بأثناء تنقلاته أن يكون يعني مش متهور مش مندفع على أساس أنه ما يتعرض للمخاطر أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني على مستوى البيت فما فيه لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم تتعاملوا على مستوى البيت الخامس جيد وبيدعمك بقوة بيعمل نوع من أنواع يعني التعاطف أو التقارب مع الحبيب أو حل مسألة معينة عاطفية خلال هذا اليوم وممكن يعني بعضك يهتم بمسائل إلها علاقة بابن أو في أب أما بالنسبة للبيت السادس فهو ضاغط كثير على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم ما تقدر تنجزها بالكامل وممكن يصير فيه نوع من أنواع القلق الصحي أو الاهتمام في مسائل صحية إلى علاقة بمراجعة لطبيب أو أدوية أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت الشراكة وهي بالدعم ما بين الشركاء المال والعاطفي يعني الأزواج فممكن يصير فيه مصالحة أو تقارب بوجهات النظر أو أشياء إلها علاقة يعني بالمصالحات إجمالا أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط بقوة فعشان يكي منقول الأموال المشتركة ممكن بعض الخلافات أو بعض الاضطرابات ولكن مش طول اليوم يعني لغاية ساعات الصباح ولكن بعد ساعات الصباح الأجواء بتصير إيجابية ودعمة وممكن أنك تنهي أو تحل بعض المسائل البنكية أو الأوراق المهمة أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى بيت السفر فعشان هيك فيه نوع من أنواع الأخبار السلبية اللي بتجيك من خارج البلاد أو أشياء إلها علاقة بخلاف مع شخص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل أو الأوراق القانونية اللي أنت بتكون قلق منها فممكن اليوم ما تقدر تنجزها بالكامل أو تتراكم عندك بعض الأمور يعني واللي عندهم امتحانات جامعية بدهم يركزوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فهو كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 روتيني بتعاملك مع الأصدقاء أو يعني بالأمور كيف أنت بتتعامل مع أصدقائك تقريبا الأجواء الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو متقلب خلال هذا اليوم فعشان هيك منقول لك أنه ما تنجز يعني ما تراكم الأعمال عليك أكثر حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول أنك أنت تأخذ قسط من الراحة من وقت لآخر وبرضو بدك تهتم بصحتك بشكل جيد برج الدلو طبعا بما أنه القمر موجود في البيت التاسع فعشان هيك منقول بتنشطه في السفر أو في أمور إلى علاقة بالسفر خصوصا السفر على الطرق المفتوحة أو من محافظة لمحافظة أو من دولة لدولة أو الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات البعيدة يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة بتناقش بقوة وذكاء بتتجرأ على رفض الأشياء اللي ما بتناسبك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة أو أمور إلها علاقة بمعاملات أو أوراق السفر أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايفه روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى النفسي فبتتعامل على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الثاني فهو قوي على المستوى الأموال فممكن اليوم من خلال هذا يعني الطاقة الإيجابية أو الحضوض اللي موجودة في بيت المال أنك تحصل بعض الأموال من عمل إضافي أو مستردات مالية أو دعم مالي أو نوع من أنواع المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى بيتك الثالث فعشان يكفي حدية في النقاش عندك يوم ما بتناقش بممكن تعصب بالاتصالات أو بالحركة ممكن أنك يعني ما تركز بشكل جيد وفي نفس اللحظة الأعطال في أجهزة إلكترونية أو كمبيوترات أو أجهزة اتصالات يعني بدك تحاول تركز حتى على مستوى التنقل بالسيارة برضو ما تندفع وما تتهور خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت بيعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن إنجاز بعض الأمور المهمة أو العالقة اللي إلها علاقة بالعقارات أو بالبيوت أو بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو ضاغط على المستوى العاطفي بسبب لك نوع من أنواع التوتر أو الخلافات أو سوء التفاهم ما بينك وبين الحبيب خلال هاي الفترة أما بالنسبة للبيت السادس فما زالت الأمور برضو ضاغطة وأي بتسبب لك نوع من أنواع الإيرباك ممكن ما تقدر تنجز كافة الأعمال الموكلة للا إلك ممكن تعمل لساعات إضافية عشان إنجازها وممكن برضو أنه يعني بعض الأمور الصحية السلبية تطرق على الساحة أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكة فبدعم العلاقة ما بين الأزواج وما بين شركاء المال فممكن إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون فيه نوع من أنواع التقارب ما بينكم إن شاء الله أما بالنسبة لها بيتك الثامن فأنا شايف الأجواء ضاغطة على المستوى الأموال المشتركة فبتسبب لك نوع من أنواع القلق أمور إلها علاقة في الحوالات البنكية أو المصرفية أو الضريبية أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد هو بيدعمك بقوة مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت العاشر برضو دعم لا إلك على مستوى بيت السمعة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منكه رح يصير له تعامل ما بينه بين زميل أو ما بينه بين رئيسه بالعمل وممكن يجيك إطراء خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فأنا شايفه روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم فبتتعامل مع أصدقائك بالشكل الطبيعي اللي أنت على أساسه هيك بتتعامل مع الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بيدعمك بقوة فممكن يصير فيه اليوم إنجاز لبعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منكم ممكن يهتم ببعض المسائل الطبية أو إعيادة مريض برج الحوت بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر وشراكة أو تعويض أهمش إنكم ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم ممكن تلاقي عمالك صدى طيب أهمش إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة أو أعذر أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا على المستوى النفسي مش جيدة ولكنها أفضل من الأيام الماضية يعني أنت بتبلش تنشحن بطاقة إيجابية أكثر بتلاقي إنه في عندك اهتمام بنفسك أكثر بتشعر ببعض التفاؤل اليوم أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى الأمور المالية فممكن تحقق بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو أمور مستردة أو أمور إلها علاقة باللهبات أو المساعدات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات عندك سرعة بديهة عالية بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا اليوم ممكن تنشط بالتنقلات أو بأمور إلها علاقة بالمراسلات يعني برضو جيدة وفي نوع من أنواع التعامل الجيد ما بينك وبين أخ أو جار خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ما زال فيها نوع من أنواع الضغط بتسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو الحدية أو خلاف عائلي ما زال بنفتح وبتسكر فعشان أنت متوتر كثير من هذه المسألة أو ممكن خلاف ما بين يعني مع أحد أفراد العائلة أو ممكن أعمال إلها أشياء مشاكل إلها علاقة بالعقارات أو بالبيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء برضو حادة على المستوى العاطفي وهي بتسبب لك برضو نوع من أنواع الإرباك وخصوصا سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب وممكن ردة فعل سلبية أو حدية في الطباع فهذا الإشي يعني بدك تحاول أنك أنت تتحاشل أنك أنت تكبر الموضوع أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو ضاغطة على مستوى بيت العمل والصحة فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم ما تقدر تنجزها بالكامل وممكن يكون لك إما مراجعات طبية أو إجراءات طبية أو أمور إلها علاقة بالصحة الطارئة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى الشراكة المالية والعاطفية فممكن اليوم يعني يصير فيه تفاهم ما بين الشركاء بالمال والإندماج ما بين شركاء العاطف اللي هم الأزواج فممكن يكون فيه مصالحة أو تقارب في وجهة النظر أو حل مسألة علاقة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات يعني فيها إيجابية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى بيت السفر والتنقلات والاتصالات والأوراق القانونية والمعاملات كلها هاي تقريبا تتعامل فيها على طبيعتك أما بالنسبة لبيت السمعة فهو جيد بيدعمك بقوة فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ويصير ممكن يكون فيه تعامل ما بينك وبين زميلك بالعمل أو رئيسك بالعمل وممكن اليوم يتوجه لك نوع من أنواع الإطراء إن أكملت أعمالك على أكمل وجه أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء جيد فبدعم علاقاتك وأصدقائك وبعمل تقارب ما بينكم ممكن اليوم تلجأ لبعض الأصدقاء أو المعارف لاستشارتهم في مسألة معينة أو لمساعدتك في أمر ما وما رح يخذلوك وممكن برضو أنك تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة إما بدعوة أو بحفلة أو مناسبة أو لقاء مثلا أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور أصبحت جيد الآن ودعمتك بقوة خلال هاي الأيام فممكن تنجز كثير من أعمالك وممكن تهتم ببرنامج غذائي أو صحي لإلك أو ممكن تتعامل على مسائل إلها علاقة بالتأمينات أو الإعفاءات أو أشياء من هذا القبيل ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة وتهتم فيه بشكل جيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء